موسيقى جديداً لمشروع بقلبه اسمه سويتشيرز مثل ما اليوم كناcs نتحدث يلي راح بيكون كمان مارك مشارك فيه بطريقة مباشرة ومن خلال نيتشر بايم مارك بيروتي راح نحكي كل هالتفاصيل بدنا نتعرف بداية ندا على مشروع إ مشروعget إذا لحظته danach ماد يعني البحر المتوسط حوtez البحر المتوسط وهو التحول أو التغيير نحو الاستهلاك والإنتاج المستدامين. المشروع الذي يدعم التحول نحو الانتاج المستدام والاستهلاك المستدام. نحن اليوم نحتفل لأن نيتشر مبادرة من مارك بيروتة تم الاعتراف بها كسويتشر. يعني عنده فكرة ابتكار يحول في المجتمع يساهم بطريقة إيجابية رغم التحديات التي نرى في البلد لتقديم خدمات وحلول بيئية جديدة. هذا هو يخبرنا أكثر. هل مشاريع تبع للأمم المتحدة؟ نعم هو سويتش ماد مدعوم من الاتحاد الأوروبي ويشارك بتنفيذه منظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعة وكمان برنامج الأمم المتحدة للبيئة تحديداً الاسي بي راك يلي أنا بشتغل معهم واليوناب دي تي اي 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 مارك كيف تم اختيارك؟ هلأ جديان ولا منمزح موتر شيء هو الفكرة أنه ندى أنه كمانا عرفتنا بالأول على هذا الموضوع وبعد هناك كان فيه أبليكيشن بتعبية بالأبليكيشن فيه كتير أسئلة بيشوفوا هن إذا نحن منستوفي الشروط يلي هن بنبش عليهم وطلع أنه منستوفي الشروط شو يعني منستوفي الشروط؟ يعني هو الفكرة أنه هن بيسألوك أسئلة محددة لتشوفها إذا أنت بتعمليه مثلاً نحن وتفتحنا الشركة عندنا أول شيء مثلاً من خلال ام تي في كمان نحن من كتير من ساهم بنيتشر لنوصل تفكير البيئة مثلاً بالبلد وحتى كمان أوقات كل شيء بالمجتمع يعني هذا الشغلة مثلاً أساسية الشغلة الثانية هو أنه مثلاً نحن عنا بالشركة من بيع أساس هؤلاء كتير مهمين لأنه أندي ركتمو كتير بساهمه بالتنمية المستدامة يعني لما يكون في عندك أوقات كتير مثلاً ستات بيوت بالضيعة وهيكي بيكونوا عم بيبيعوا أمونة وهي الأساس ونحن أوقات بالمدن بيكونوا عايزين هالأشياء بس ممنوسع من نجيبهم وهيكي نحن كنا هالشوية الوصل إذا بديك يعني الليان بيناتهم لأنه هالستات نحن عم البرودويت تبعهم عم نساعدهم لنعملوا ليبل منيح عم نعملوا فيزيبليتي أكتر وعم ينباق عنا هذا بساعد يعني بتساعدوا بتسويقهم أكتر حتى يوصلوا للمستهلكين بشكل يعني نقدر نصدقوا ونوسع فيه يعني كمان مارك هذه واحدة من الأساس شغلة تانية كمان أنه نحن كمان عنا متل غالوري صغيرة بقلبها هونيك ننفيش على كتير أرتيست بلبنان إن كان حتى شركات بيبيعوا أشياء إنهم علاقة بالريسايكلين بالأبسايكلين يعني إذا تطلع أدي كان عنا مشاكل زبالي بلبنان هذه واحدة من الطرق اللي نحن نطلع على زبالي بطريقة بوزيتيف يعني هيدا هو التغيير بالعقلية يعني أنا الزبالي ما أريد أطلع عليها بس على زبالي مثلا نجالي بنساعد العالم حتى بنيتشر هون بالفكر عنا نحكي أكتر عن ريسايكلين عن كيف نحن نعمل كومبوستينج أكتر وهل زبالي كيف نحول على آرت وحتى منفرج العالم أم نلعه ولي حتى بنبيعه نعم يعني فينا نحول هل نفاية المضرة لأمور ممكن تفيد البيئة ونقدر نستخدمها بوقت لاحق يعني وهيدي أكيد عم نتعلم كتير من فقريت نيتشر ماركي اللي دايما في حلول دايما ما نوقف بمحل ومنقول إنه خلاص ما بق فينا ما بق فينا نعمل شي ندع على الأرض كيف بتم العمل بها المشاريع هاي وحضرتك كمستشارة شو ممكن يكون في أفكار جديدة عم تنواجد على الأرض؟ أحب يقول للناس اللي بيحضرونا اليوم إنه نحنا كأفراد عادة من ركز كتير مثلا هلأ بالصيف بدنا نضعف أبنا نأكل أحسن لأنه في كتير أمراض عم نشوفها هلأ من الزبالي وبغيره وواحد لواحد مراد يفكر ما في عم الحل لحاله بس هي ناس متل مارك عم عندون هالفكرة يعني مأمنين فيها كتير وعم بنتلقوا مرات من تمويل صغير عندونيه هو شخص بحطة مصاري عجم بس تايبالشوا هالفكرة يعني كتير مأمنين فيها وبيتخطوا كل التحديد تايفرجونا كميسير للبيئيين ونفس الوات يساعدونا يساعدوا البيئيين يعني هو المشروع سويتشمات بيشتغل مع مزام بلبنان بالتايوان مع وزارة البيئة ووزارة الصناعة للتشريعات والتغيير السياسات البيئية ووزارة الزراعة بتشارك كمين مارك أو مقنون نعم المشروع ووزارة البيئة والصناعة صناعة لتخفيف من التلوث والإنتاج أنضاف والوزارة البيئة للسياسات ولدعم المجتمع البدني بتقوية قدراته ورواد العمال البيئيين يعني مثل مارك اليوم يعني هو عنده عدد شابو بس اليوم جاي كرائد كرائد صحيح نحن عم نحكي هون عن حض البحر الأبيض المتوسط يعني عن أي مناطق عن كيف عم بتم العمل بشكل متوازي هو المركز الأنشطة الإقليمية للإسرارة والإنتاج المستعدمين ببارسلونا بنعمل كل سنة لقاء بالمنطقة بس غير هيك بيصير العمل بكل بلد لوحده صار في بلبنان دورة تدريبية لعشرين شخص فرد عندهم أفكار ابتكار سماعي بيئي من المجتمع المدني ونفس الوقت تدريب لستين رائد أعمال بيئي بلبنان ومنهم بعدين بيتم اختيار اثنين أو ثلاثة من كل القطاع لدعمهم أكثر وإطلاقهم تصيروا مستقبلاً مثل معكم هيروم سويتشيرز في حالياً تم الاعتراف بستة عشر سويتشير بالبلاد وهذا عدد يعني مقبول وكبير فينا نقول لما بنحكي عن ستين ووصلوا لست عشر يعني هذه شغلة بتبين أنه الأشخاص الأفراد بلبنان عم يشتغلوا كثير على موضوع البيئة الواضح صراحة أنه كل هذه التحديات البيئية اللي عم نشوفها مؤخراً عم بتعطي أفكار للناس تطلق مشاريع يعني إن كان بالمجتمع المدني أو بجمعيات أو كجرين انتربرنيرز نسميهم يعني يشتغلوا رويد بالبيئة رويد بالبيئة هدفهم يطير على مصاري بس بنفس الوقت يليقوا حلول للبيئة ويساعدوا المجتمع يعني بيصير كمان عمل لقلهم بزيت الوقت وفرص عمل لقلهم وعم نلقي فرص عمل أكتر وأكتر وكمان بشكل أنه منظر نفيد مارك أدي هالأمور عم بتحسن اليوم هل عم نشوف في تطور على الأرض وأكيد بعدين بدنا نشوف حدرتك كشخص يعني لوين راح منوصل أكيد في كتير تغيير يعني إذا بتطلع أنا بحس أنه الأزمة الزبالة اللي أجت على لبنان ساعدت كتير يعني ساعدت أنه الأشخاص يعني قدي هنا عم نخدها بمنحة إيجابة فعلا ساعدت أشخاص أنه مثلا أنا أوقات كنت تنقول أحكي أساس على تلفزيون ماركي مش كل عالم يتقبلوا لما صارت هذه الأزمة الزبالة خيلت أنه المجتمع والناس يعني بصير كل عالم عم تحكيكي بالبيئة أو بتتفاجأ العالم عم بيعملوا ريسايكلين في تغيير وإذا بتطلعي على الأفكار اللي طلعوا أنا وقتا كمان تعرفت على سويتشرز طلعت على الويبسايت وتطلعت أنه أوقف هولي في منهم بلبنان طب تتفاجأ يعني أماف إذا ندى بعدين بدأ أنه تتسمى أنه شي بس أنه الأشخاص اللي باللبنان اللي هنه سويتشرز بيشتغلوا بكتاعات كتير مختلفة مش معقولش حالي يعني حتى هلع فيه أشخاص عم ببالشوا ببنان يعملوا مثلا شركات أو أبليكيشنز عن كاربولينج فهولي ما كنا نسمعه أنه نحن بلبنان يعني فيه تغيير كتير عم بيصير وبتحس أنه أكتر وأكتر ناس قبلانة هالأساس البيئية والمجتمع والقلناهن قبل التنمية المستدامة هالكلمات عم بفوتوا أكتر يعني هل هالشي يعني أنه لما بتكون المبادرات الفردية كتير هالهالشي يعني أنه عم يشتغلوا محل الدولة شوي؟ ما بعرف بالأكيد أنه بحاجة لمساعدته وسنعة الدولة على الأكيد بقصص مثل للدرايب بتخفيض من الدرايب أو أو تطبيق الأنون أحسن أو التربية كمان بشكل أفضل والعم نعملوا اليوم كمان أكتر مهم أنه الناس تعرف أنه في هيك مبادرات فيه الناس عم تطرح هيك حلول بالبلد مثلا فيه الناس عم بيعملوا مجوهرات من السيديات المستعملة أو المفتاح القديمة في شاب عم يعمل مثل خريطة شاملة للباسات بالبلد تيشجع على النقل المستدام في شخصين عم يعملوا بيسيكلات متطورة بتخلي الناس يستعملوا بيسيكلات حتى بالجبال عبر تقانية معينة في في جزاديين أصاس معمولة من كيس سبيلي أو من البانول ما نشوفهم على الطرقات البل بورد البلاستيك بس أصاس حلوة يعني يعني لما منقولهم ما بيبينوا حلوين ولكن لما منشوفهم ما بعض إسجبتوا لنا صور معك لا أنا جابت صور من ناتر بس في تير إشياء يعني في زراعة عضوية في أفكار خلاقة في الطاقة المتجددة وبفتكر بيها المشاريع بالزيت قد يصير فيه تحفيز للشباب لحتى يتحمسوا أي شخص عنده فكرة أي شخص بيكون يمكن بيحس أنه فكرة ما إلى معنى لا بيحس أنه فيه سند كأن اليوم من قبلكم وممكن يتواصلوا معكم دايما مئة بالمئة هلأ هو هدف السويتشيرز كانت للأساس هاي الفكرة أنه نصليت الضوء على ناس مثل مارك يعني عندهم هالمبادرات يعني هي ناشحة أصلاً وعم تعمل تغيير وبنفس الوقت نشجع الناس يعني يتدربوا ضمن برنامج السويتشمات إن كانوا من المجتمع المدني أو من جرين أنترابرنرز طب بعدين يصيروا هنا كمان السويتشيرز ويساهموا الدعم عم بيصير نعم يعني هو أصلاً تسليت الضوء ودعم تقني والهدف يكون فيه بعدين شبكة بالبلد لأنه كمان عملنا دراسة تبين فيها أنه الناس بحاجة غير أنه المستهلك يعرف أو الناس تعرف بوجود هالمبادرات عارفين بحاجة هنا يتعرفوا على بعضهم أكتر مانوياً صح ويدعموا بعضهم مع نوياً بصرف العمل بكملوا بعضهم هل بيكون فيه كمان تواصل مع باقي البلدين في البلدين فيه أكثر شي ببارسلونا بهذا السويتش مات كونكت يلي فيكن تفوتوا على الموقع تلقوا معلومات أكتر رح يصير بـ 18 لـ 20 أكتوبر ببارسلونا فأزان غير هيك نتابع العمل أكيد بس أكتر نحن هدفنا بالبلد نشجع هال هالتواصل كنا عم نشوف صور أول شي بدأ إلا هايلا كريستيان يلي دايماً هي معك ودعمتك مش بس معنوياً كمان بالعمل على الأرض يعني يعطيها ألف ألف عافية وزوجتك وليوم يعني حضرتك بمبادرة فردية طبعاً مع الـ MTV طبعاً مع MTV Alive يعني ونحن فخورين جداً بوجودك معنا وبهالتوعية اللي عم تعملها من خلال البرنامج كان كأنه عمل فردي يعني اليوم عم نوصل لما كان عم بتصير رائد بهالمجال وصرت رائد بهالمجال وصار في عمل مع أشخاص دعمين لوين ممكن توصل بعض ما لكشو أنا ما بحب ولا شو يقول أنه هو شي فردي لأنه هو عن جد مش فردي طبعاً مع كريستيان لا لا مش هيك لح تكون منصف مع الكل لأنه إذا بساند يا واحد يعني بدي حلقة تسمى الأشخاص اللي كانوا أكيد دعمين حتى يعني مثلاً أنا ما بقدر أقول أنه وصلنا لهون منذون مثلاً تينا وستيفانيا مثلاً ما في يقول حتى منذون زويا وإلي وكلكون أكيد في أشخاص كتير يعني طريق البرنامج حتى مثلاً أنا في عندي شركة بالمحال أعضرية دائماً نحن كتير والبناتشر مثلاً يلي بنشتغل هني كلنا نحن هنه كمانا كلهم من جامعة الإيزاكس وكمانا تلميز يعني هالأشخاص هالي بالكواليسة اللي دائماً يعني معنا هي فردي هالأكيد فردياً هو أكيد في عمل فردي وفي هالأشياء كلها بس اللي بساعد هو لما لما مثلاً منظمات مثل هون هذا الشيء السويتشرز يلي هو ربحناه ما أعرف زي ما ربحناه بساعدنا بالدعم المعنوي منحس أنه نحن على الطريق المزبوط والهدف هلأ أنه كمان أشخاص تانين من لبنان بحسوا أنه فكرتهم فيها تكون سويتشر كمان يحضروا يجربوا يقدموا أبليكيشن زي كتر هيدا الشيء ونجرب مش نيأس ونيأس من البلد نجرب نغير أدمة فينا البلد هل رح بتتابع بهالعمل من خلال نيتشر الفقرة اللي عنا أكيد يعني أنا بدأ لكم يعطيكم ألف عافية أكيد إن شاء الله اليوم يكون فيه شباب وصبايا حتى أشخاص كبار بعضوا عن اليأس وبلشوا يشتغلوا ويتواصلوا معكم ويممكن يتواصلوا معكم في الويبسايت هنه theswitchers.eu عليه في شيء اسمه join us بيبعتوا إيميل إذا هن برأيون هن بيعملوا فرق بالمجتمع أحوليون بيئيا واجتماعيا وغير هيك في ويتم من الاختيار أولا إيه بيقدموا أبليكيشن وعا هالأبليكيشن إذا بيلبوا الشروط برجعوا بيصيروا switchers أول إلا فيون يشاركوا بال switch med connect يلي هو اللقاء رح يصير الويبسايت هو switch med connect.eu يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله منوصل لبيئة أحلى وأحلى كمان وبيضل لبنان الأخضر شكرا لوجودك معنا ندى عميرة مستشارة لمشروع switch med أهلا وسهلا فيك ماك راني أخذ وقفة سريعة منتابع مع فقري التارو وحضروا تليفوناتكم نحن نتري نتصالتكم